بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنو الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال دامت بركاته الرابع ينبغي اهتمام الإنسان بالإيفاء بالحقوق والاستحقاقات الاجتماعية الحية مثل التواصل مع الوالدين والأسرة والأولاد والأرحام والأصدقاء وسائر المجتمع كل بحسب مقتضى الوشيجة الفطرية معه من حضور أسبوعي أو شهري أو في المناسبات الخاصة من الأفراح والأتراح نحن نعيش بطبيعة الحال في مجتمع ولا نعيش منعزلين كل واحد في بلد مثلا نحن نعيش في مجتمع وهذا المجتمع أفراده لهم حقوق علينا لهم استحقاقات علينا نحن لا بد أن نهتم بالإيفاء بحقوق واستحقاقات هؤلاء الأفراد أفراد المجتمع علينا وسائل التواصل الاجتماعي أثرت سلبا في إيفاء هذه الحقوق أثرت سلبا على التواصل بين الأقارب أثرت سلبا على التواصل بين الأصدقاء أثرت سلبا على التواصل بين الجيران والذي ينظر إلى المجتمع بل ينظر إلى بيته يرى هذا الأمر بوضوح لا يحتاج إلى بيان جدا أثرت هذه الوسائل على تواصل الإنسان مع أفراد مجتمعه عموما أفراد المجتمع كانوا على نحو الأصدقاء أرحام أب مع ابنه أم مع بنتها مع ابنها ما إلى ذلك أخ مع أخيه مع أخته هذه التواصلات جدا تراجعت بسبب وسائل التواصل الاجتماعي سابقا لعله من العادات أنه الأرحام يجتمعون مثلا في يوم الجمعة يجتمعون في بيت أحدهم أو مثلا كل شهر كما ذكر السيد الجيران أحدهم يدخل إلى الآخر اليوم مثلا فلان عند فلان يتعشى هو عائلته المرأة مثلا تذهب إلى الجيران تجالس جارتها يستفدن بعض الأمور مثلا وممكن أنه يحصل بعض الأمور السلبية خب المجتمع لا يخلو من السلبيات لكن بالنتيجة هذا التواصل الحي التواصل الحي وليس الافتراضي هذا التواصل مطلوب وهو من استحقاقات المجتمع تجاهنا وسائل التواصل أدت إلى ماذا إلى تراجع هذا الموضوع بل المسألة لا تقتصر على التواصل مع منهم خارج البيت واضح جدا أنه وسائل التواصل أدت إلى ماذا إلى تراجع التواصل مع منهم خارج البيت لا أصلا داخل البيت أيضا أثرت عليه داخل البيت في البيت الواحد لعله كل إنسان يجلس في غرفته كل فرد من أفراد العائلة تجد البنت في غرفتها تمسك الهاتف وتتواصل الولد في غرفته يمسك الهاتف ويتواصل بل إذا كانوا في غرفة واحدة في غرفة واحدة لكن كل له عالمه الخاص هو يجلس بجانب أخيه يجلس بجانب أبيه لكن الأبي يتواصل مع شخص مع أشخاص والابن يتواصل مع أشخاص آخرين البنت تتابع بعض المسلسلات مثلا أو تتكلم مع صديقاتها والأم تتابع شيئا آخر حتى الجلوس العائلي الذي على سلبياته بنتيجة أيضا فيه سلبيات بنتيجة الذي كان يحصل سابقا أنه آلة كاملة تجليس على مشاهدة مسلسل واحد مثلا الآن هذا أيضا تراجع بغض النظر عن إنجابياته وسلبياته لكن هو بالنتيجة نوع من التواصل هذا أيضا تراجع صالة القضية الآن كل له عالمه الخاص وهذا حقيقة أمر خطر جدا أمر خطر كما سوف يذكر السيد دامة بركاته أعيد عبارته دامة بركاته قال ينبغي اهتمام الإنسان بالإيفاء بالحقوق والاستحقاقات الاجتماعية الحية الحية وليس ماذا الافتراضية هناك حقوق اجتماعية واقعية خارجية وليست افتراضية على وسائل التواصل قال مثل التواصل مع الوالدين والأسرة والأولاد متواصل يعني أدزلهم رسالة لا لا واضحة يقول الحضور الحضور عندهم والأولاد والأرحام والأصدقاء وسائر المجتمع مثل الجيران الجيران جدا تراجعت التواصل التواصلات بين الجيران جدا كل بحسب مقتضى الوشيجة العلاقة والالتصال الوشيجة الفطرية معه من حضور هذا يريد أن يبين ماذا طريق التواصل من حضور أسبوعي أو شهري أو في المناسبات الخاصة من الأفراح والأتراح أحيانا بالنتيجة أشخاص بعيدون عني جدا فالتواصل يكون عن طريق ماذا أفون الحضور يكون في مناسبات معينة يكون في مناسبات معينة طبعا هذا السيد قال ينبغي اهتمام الإنسان بل هو واجب في الجملة هذا لابدنا من الاتفاة إليه واجب في الجملة يعني بعض الموارد يجب عليك التواصل بهذا الناحو لأنه يكون من باب قطيعة الرحم قطيعة الرحمي كما يعرفه وسماحت السيد السستان دام ظله قطيعة الرحمي ماذا ترك الإحسان إليه في مقام يتعرف فيه ذلك إذا تركت الإحسان إلى رحمك في مقام يتعرف فيه الإحسان هذا أنت قد قطعت رحمك مثال ذلك مثلا الأخ عنده أموال أخوه محتاج ولم يعطيه الأموال لم يساعده هنا يكون ماذا يكون قد ترك الإحسان إلى أخيه في مقام يتعرف فيه الإحسان مثلا أولاد عمي مثلا أو أقاربي بالنتيجة حصرت عندهم وفاة أنا لم أذهب إلى تعزيتهم ولا حضرت جنازة الميت مثلا ولا حضرت الفاتحة وما إلى ذلك اكتفيت مثلا برسالة قصيرة هنا هذا ترك إحسان إلى الأرحام في مقام يتعرف فيه ذلك طبعا بحسب المقامات المسألة تختلف لكن عادة في مجتمعاتنا هذا أصلا يلام يلام يقول له أنت أقاربك لم تذهب إليهم وقد توفي أحدهم وهو قريبك بالنتيجة أيضا فكيف لا تذهب كذلك في الأفراح في الأفراح التواصل إذا ترك التواصل وكان في مقام يتعرف فيه التواصل والحضور والتهنئة وما إلى ذلك هنا يكون قد قطع رحمه والمسألة بالنتيجة يعني متكررة كثيرا أنا عدة أسئلة لعله جاءتني في هذا المظمار يعني الشخص يترك الآخرين بحجة أنهم عندهم ذنوب وعندهم معاصي وغيبة وما إلى ذلك هذه الحجة التي لا أساس لها من الصحة هو يرتكب ذنبا كبيرا بحجة أنهم هم يرتكبون ذنوبا أنت قطعت رحمك أنت قطعت رحمك بسبب أنهم ماذا هم يفعلون بعض المعاصي فالأنبياء كانوا يعيشون في مجتمعات ملائكية مثلا بعض زوجات الأنبياء كانت منحرفة عنه فبنتيجة هذا هو المجتمع هذا هو المجتمع نعم قال وقد لوحظ في العديد من الحالات اختلال أداء الحقوق عن طريق الانعزال والانغلاق على وسائل التواصل صارت وسائل التواصل بديلا عن التواصل والتزاور الحقيقي وسائل التواصل جعلناها بديلا ننغلق عليها كما قلت كل واحد له عالمه الخاص له عالمه الخاص ولهذا العلاق تجد بيتا واحدا كل شخص له أفكاره الخاصة فلان عالم أخوه عالم آخر له أفكار أخرى متباينة تماما هذا لسبب الانغلاق بما أدى إلى خمول الإنسان هناك خمول في التواصل مع الآخرين وتقوقعه في داخله التقوقع على ما قرأت في بعض المعاجم أنه لعله حيوان يدخل في القوقع فيسمى بالتقوقع فالإنسان هذا كلا أنما دخل في نفسه صار داخلا في نفسه بحيث لا يتواصل مع المجتمع جيد وهناك لعله أيضا قرأت في مقال أو ما إلى ذلك يعني لم أتأكد من هذه المعلومة يعني طبيا الظهر أن هناك ظاهرة نفسية تسمى بمرض الحنين المنزلي أو التقوقع المنزلي التقوقع المنزلي أو مرض الحنين المنزلي هذا الظهر أنه أيضا يعني وسائل التواصل لها أثر في إيجاده قال وتراجع قابلياته النفسية والاجتماعية يجد هذا الإنسان المسكين لا يجد في نفسه قابلية للتواصل مع الآخرين نفسه نفسيته أصلا لا لا يجد فيها قابلية لأن يتواصل مع جاره لأن يتواصل مع أرحامه يصير منغلقا على نفسه يستوحش من الآخرين وهذا كثيرا ما يحصل مع الصغار عندما يكبرون شيئا فشيئين على ماذا؟ على الهاتف هو تربى على الهاتف فتجده إذا حضر أحد أقاربه إليه مثلا عندهم اليوم زيارة أقارب الآلة جاءوا ترى هذا الولد يتهرب يتهرب من الحضوري الاجتماعي مع أقاربه فيأتي مثلا يسلم ويذهب خجلا ويرجع إلى ماذا؟ إلى الهاتف أو يجلس معهم لكن هاتفه في يده ليس عنده قابلية على الكلام على التواصل مع الآخرين هذا جدا خطر هذا يصير مهزوز الشخصية ليس عنده شخصية اجتماعية قوية أصلا منعدم الشخصية أحيانا يكون البنت كذلك الأقارب يحضرون هي بالنتيجة تأتي سلام عليكم وعليكم السلام انتهت روح هالظاهرة خطرة لا يتكشف عن أنها ليس لها قابلية على ماذا؟ على التعامل مع الآخرين خجولة أنا أخجل أتواصل مع المجتمع أخجل أروح الأقاربي نفس الكلام الولد أخجل أروح الأقاربي أخجل أتكلموا يا فلان أخجل أتكلموا يا هذا كل شنو؟ انكفاء على الشخصية تقوقع تراجع في القابلية النفسية والاجتماعية فينبغي ملاحظة هذا العامر خصوصا من الآباء تجاه أبنائهم هذه حالات التوحد التي لعله كثيرا ما تحصل عند بعض العوائل حال التوحد من الأسباب التي تزيد فيها كما أنا سمعت عن بعض الأطباء أنه هو هذا هذه الوسائل التلفزيون مثلا الكارتون ما إلى ذلك تزيد في هذه الأمور فهذا الطفل يحتاج إلى تواصل أنتم تعودونه من بدايات حياته على أنه يتواصل مع الآخرين يعرف كيف يرحب بالأقارب يرحب بالضيوف ما شاء الله عندما نذهب إلى بعض البيوتات الأشاعرية يأتي طفل صغير يرحب بترحيب لا يستطيعه كبيرنا بالنتيجة ما شاء الله يعني ترحيبات ويقدم الطعام ويقدم الشاي وما إلى ذلك تشعر أنه رجل كبير في حين المجتمعات التي نحن نسميها متحضرة تلك المجتمعات العشاعرية المفروض الناس يقولون أنها المجتمعات متخلفة هكذا ينظر إليها لكن الواقع أن تجد أن الرجل هناك له شخصية له شخصية قوية منذ صغره وهو ماذا عنده طبعا لا أتكلم عن جميع الآن أيضا وسائل التواصل حتى على هذه المجتمعات أثرت مع الأسف حتى على هذه المجتمعات لكن أقول فرق فرق كبير فأنا أردت أن أحافظ على شخصية ولدي ولا أجعله مهزوزا شخصية مهزوزة اجتماعية ما يعرف يطلع إلا ويايا أشوف بعض الأطفال أجي أشوف والده هو هذا الطفل يختل وراء أبوه يختل وراء أبوه تحجي ويايا ينهزم هذا كله يكشف عن شنو هناك خلل بالشخصية هناك خلل في كثير من الحالات هذا يحتاج إلى طبيب بالنتيجة طبيب معالج يشرف عليه وكثيراً ما تكون هذه الانغلاقات الأسرية أو الفردية هي تكون سبباً ومؤثراً في زيادة هذه الحالات وصل الله إلى محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر